بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أصعد الله أوقاتكم وهذه المرة أخذكم مع إشراقة من إشراقات العز فتح رقلة التي قادها أمير المؤمنين هارون الرشيد بمئة وخمسة وثلاثين ألف من الجيش عدا عن المتطوعين وقادها عن الروم الملك فور وحيث يشاعن هارون الرشيد أنه ملك المجون في حين أنه ملك الفتوحات بامتياز نعود إليكم ويروى أن هذه القصة أو سبب هذه المعركة أن الملكة إيريني التي كانت ملكة للروم كانت تؤدي الجزية إلى هارون الرشيد فعزلها الروم وولوا نقفور بدلا عنها فكتب نقفور كتاب معروف في التاريخ من نقفور ملك الروم إلى هارون الرشيد ملك العرب وفي هذا الكتاب يقول له فيما معنى الكتاب بأن الملكة إيريني كانت تدفع لك الجزية وأنت من المفترض التي تدفع لها حيث أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيضق هكذا قال له فأعد ما أخذته من الملكة إيريني وإلا السيف بيننا فرد عليه أو على ظهر هذه الرسالة هارون الرشيد إلى نقفور ملك الروم أو يابن الكافر هكذا جاءت بعض الرسائل الجواب ما تراه دون أن تسمعوا هنا كانت العزة نحن قوم أفعال هكذا كان يريد أن يقول هارون الرشيد وصير الجيش نعم إلى هرقلة وفعلا فتح هرقلة بعد معركة حامية الوطيس دارت بين الطرفين ثم عرج بالجيش وحدثت المعركة الفاصلة قرب أنقرة حيث التقى الجيشيان ودارت هذه المعركة الشرسة القوية جدا والتي كانت تمكين لها والنصر للمسلمين بقيادة هارون الرشيد وفر نقفور وكان من ضمن الأسر ومن سباهم وأسرهم أيضا هارون الرشيد كانت خطيبة ابن نقفور وكثير من أعيان الدولة أو ملك دولة الروم أنذاك فكتب نقفور رسالة إلى هارون الرشيد يطالب فيها الصلح ووافق هارون الرشيد ولكن ليست بنفس الشروط على مبدأ من يدخل حمام ليس كمن يخرجه إنما أن تدفع الجزية ثلاث أضعاف ما كانت تدفع الملكة إيريني ووافق على ذلك نقفور ثم فيما بعد أرسل إليه كتابا أي نقفور أرسل إلى هارون الرشيد يطلب منه أن يطلق صراح خطيبته فجاء في الكتاب إلى العبد لله أمير المؤمنين هارون الرشيد من نقفور إلى ملك الروم حيث أخر اسمه مهابة من هارون الرشيد فدا نتوقف عند هذه الإشراقة من الإزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر